بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سياحة أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادئ له واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده أصول أما بعد نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن الأصول الثلاثة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى باين هكا وما سؤال بركة باين يبوي وعلى سبحانه وتعالى دسلاتي دسلم أقام أنزل الله عليه وآله وصحبه وسلم ذا مفارا كاراتو إن شاء الله أتاكيكي نول التافي دائكي كرانساء الأصول الثلاثة نعم قبل أن نبدأ بدراسة هذا المتن المبارك نصنع كالمقدمة أو مدخل لدراسة هذا المتن نسأل فيه عن أمور خمسة طيب كافي مشقة كاراتونا لتافي ميالبركة زامو تتونى أمزي متاشية كموس أبو وقدا بير ولأن سكيد مهم منشي نعم السؤال الأول نعم لماذا ندرس التوحيد لو قال لنا قال لماذا ندرس التوحيد لماذا ندرس الفقه مثلا أو الأصول أو الحديث أو ما إلي ذلك نعم ندرس التوحيد لأنه حق الله سبحانه وتعالى على العبيد خلقنا حتى نوحد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد ولا يدخل جنة إلى موحد تكثير الحسنات إذا متيني يتوحيد 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 كما أو أن شخص يوهيد ثم قد يسألك إنسان يقول هل أنت موحد تقول نعم أنا موحد يقول لك ما هو التوحيد فإذا كنت لا تعرف ما هو التوحيد هذا معنى أن الإنسان عندما قال أنه موحد هذا كذب ثم إذا سأل أفساد وقال هل أنت مشرق إذا كنت لا تعرف الشرق فالعلا كواقع في الشرق الأكبر أنت لا تدري إذا أوجب الواجبات وأولواجبات تعلم التوحيد السؤال الثاني لماذا اخترنا هذا المتن الأصول الثلاثة كتب كثير مؤلف التوحيد لماذا اخترنا هذا المتن لأننا طلاب والطالب لابد يرجع إلى النهج والطريق الذي يخط لنا العلماء حتى نصل إلى ما وصل إليه نعم السؤال الثالث ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أصول الثلاثة باختصار هي أسئلة القبر أشياء تسأل عنها في قبرك من ربك وما دينك ومن نبي أصول الثلاثة أصول الثلاثة وعملنا بها وداعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة إذا صرعنا هذا الثلاثة هنا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر فايدة الثلاثة مصامو ميجرما شيني إدنهار مكا كويوانا يلمي مكا سانشئا إلمانش سان نمكوم مكا يأيكيدشئا إكache مكا يدعوى ومتانيزوى سو يلمي سو يأيكيدشئ سان نمكا يحاكوري أكانتشوتر ودعا كمانا أهاركار نيوانا يلمي يأيكيدشئا كم دعوى سواء الخامس الأخير ما محتوى هذا المتن على ماذا يحتوى إذا أرادنا نفهرس أو نقسم هذا المتن نقسم إلى كم قسم نقسم هذا المتن نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام المسائل الأربع والمشائل الثلاثة المشائل 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 الثلاثة ثم الخامس خاتمت هذا المثنى مباو المشائل الأربعة surat العصر علم وعمل وداعو وصابر المشائل الثلاثة يعنواع التوحيد الثلاثة لماذا ندرس التوحيد القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة ثم خاتمة الكتاب والله أعلم الله أعلم